يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو إدريس بن محمد بن أبكر قارئ يمني ولد بمدينة جدة عام 1395 هجرية الموافق 1975 ميلاديا بدأ رحلته مع القرآن الكريم منذ نعومة أظفاره وقد كان التردد على مسجد التوحيد بجدة وعمره لم يتجاوز الثامنة وعند بلغ الثالث عشر من عمره بدأ ينتظم في حلقة التحفيظ في جامع الفطاني في منطقة الكيلو 14 بجدة حيث حافظ خلالها القرآن الكريم كاملا وقد درس القرآن على أيدي كثير من المعلمين والمشايخ منهم الشيخ يوسف الأحمدي والشيخ عبدالوهاب الأحمدي وغيرهم ثم بعد أن حفظ القرآن الكريم بدأ بإمامة المصلين في ذات الجامع جامع الفطاني قرابة ثلاث سنوات بعدها تنقل الشيخ في الإمامة في عدد من مساجد جدة مثل مسجد بن تيمية ومسجد سيد بن حضير ومسجد بن القيم ومسجد با جابر وغيرها ويأم المصلين حاليا بجامع الشيخ زايد الكبير في مدينة أبوظبي للشيخ إدريس أبكر أسلوب متفرد في التلاوة يتسم بالعذوبة والخشوع وكأنه يخشع مع كل آية يقرأها معرقة قلبه وبكاه عند آيات العذاب والوعيد له مصحف مرتل في رواية حفظ عن الإمام عاصم ستجدون رابطه في أسفل الفيديو في الوصف ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أسامر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار لهم نار جهنم لا يقضى عليهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواغ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان يا ربكما تكذبان